بسم الله الرحمن الرحيم المتوكلين عليك أيها الأحبة المباركون وصلنا إلى الحلقة الرابعة من مخارج الحروف اليوم إن شاء الله حننهي باب مخارج الحروف إن شاء الله نبدأ بعد الحلقة المقبلة إن شاء الله بباب صفات الحروف إذا نتذكر لورش أخذنا أخذنا المخارج العامة مخرج الأول الجوف بعد منا أخذنا المخرج الثاني الحلق بعد منا أخذنا اللسان واليوم إن شاء الله حننهي بمخرجين اللي هن الشفتين والغنى نبدأ على بركة الله إذن هؤلاء المخارج اللي نحن تكلمنا عنه نعوش الجوف بعدين الحلق بعدين اللسان واليوم إلى الشفتين ثم الخيشون طيب عنا بالشفتان أول شي في بطن الشفة السفلي نحن نرجع إذن بطن الشفة السفلي بيخرج منه حرف واحد اللي هو الفاء الآن على الصورة بيوضح معنى مواني بيخرج الفاء إذن قال لك ويخرج منه حرف الفاء هنا هيدا بطن الشفة من الداخل يخرج منه شو؟ حرف واحد اللي هو الفاء مع شو؟ مع أطراف الثناية العليا يعني الثناية العليا بدأت ضرط ببطن الشفة السفلي مثل فاثصدع فاثصدع وهكذا طيب أيضا بالشفتان في عنا ما بين الشفتين من بين الشفتين لنشوف شي بيخرج من بين الشفتين ثلاث أحرف اللي هو الواو الباء مع الميم طيب قال تخرج الواو غير المادية نحن لأنه أخذنا بالمخرج الأول الجوف قلنا ألف ساكنة مفتوح ما قبلها واو ساكنة مضموم ما قبلها هي ساكنة مكسور ما قبلها كنا عم نتحدث عن المخرج اللي هو مخرج الجوف اللي هو الواو الساكنة نحن هون أخذنا الواو الساكنة المادية هون عنا الواو غير المادية تكون مفتوحة أو مثلا ليش هون صح واو ساكنة بس ما سبق ضمي لأنه بالمقر جنيك الجوف واو ساكنة قبلها مضمو أما هون واو ساكنة قبلها مفتوح ما من إلا واو مادية إذن وتخرجوا بانضمام الشفتين نحن نشوف كيف هكذا فمنقول فكورنا الشفيف إلى الأمام فإذن وتخرجوا بانضمام الشفتين إلى الأمام التكوير إذن هذه الواو الغير مادية شفنا من وين خرجت من الشفتين هذه الواو المادية تخرج من الجوف قال الباء وتخرجوا بانطباق الشفتين انطباقا أقوى الباء بتخرج من الشفتين بس بتكون أقوى من شو من الفاء مثل مثلا إذا بدنا نقول بل بل كلا بل رانة تمام فإذا بتكون من الشفتين بس بينطبقوا الشفتين بشكل أقوى طيب هنا في ملاحظة لازم نذكرها قال لكل من الشفتين طرفان طرف يلي داخل الفم من قل له بحري وطرف يلي البشرة من قل له بري شو يعني طرف يلي داخل الفم من قل له بحري في عنا هذه الشفة في الجزء اللي من الداخل من قل له بحري ليش من قل له بحري لأنه بيكون رطب يعني بسبب اللعاد فمن قل له بحري فإذا طرف داخلي من قل له بحري والطرف اللي من جهة البشرة هذا من قل له بري ليش لأنه بيكون جاف قال فالمنطبق في الباقي طرفاهما اللذان يليان داخل الفم من قل له البحري فإذا بحرف الباء هذا الشيء بيكون بحري طيب يعني ليش؟ لأنه بيكون الانضمام من الداخل طيب والمنضم في الواو طرفهما اللذان يليان البشرة هذا من قلن بري يعني لما يكون عم نتكلم عن الواو واللي انضم الجزء اللي من جهة البشرة من الخارج طيب والمنطبق بالبيمي بيجي بالوسط تمام مثلا إذا قلنا من الشفتين لكن من شو؟ من الوسط طيب وصلنا بمخارج الحروف أخدنا تكلمنا عن مخرج الحرف المخرج اللي هو تبع الشفتين هلأ بدنا نتكلم عن الخيشوم قبل بيئلك لا تبع الشفتين ومن بطن الشفة فلفا مع طراف الثناية المشرفة للشفتين واو باء ميمو إذن هيدولي الإمام ابن الجزر رحمه الله بيتكلم عن مخرج الشفتين طيب منوصل للشفتين أو منوصل للخيشوم من أقصى الأنف المخرج تقوله من أقصى الأنف اللي هي من إلا الغنة هلأ من لاحظ موين مخرج الغنة طيب قالك هو أقصى الأنف وقيل هو الفتحة التي تصل ما بين الأنف والفم وتخرج منه الغنة إذن الفتحة اللي بتوصل ما بين الأنف والفم هيد الفتحة البسيطة هيد بتخرج منه الغنة والغنة هي صوت رخيم لا عمل للسان فيه يعني مدخل اللسان بالغنة هلأ لحن نشوف ليش أيضا الغنة وترافق الغنة النون والميم المشددتين أيضا الغنة بترافق النون والميم المشددتين فإذا قلنا إن أم فلاحظنا ما فيني أقول النون أو الميم اللي عليها شدي إلا ما يطلع غنة والدليل لو أنا سكرت هون الأنف ما بتطلع فأقول أما ما بتطلع أما واضح فإذا الغنة بترافق النون والميم المشددتين مثل قلنا إن أما وهكذا هون لاحظنا الغنة كيف بتخرج هيدا مخرج الغنة قلنا من هيد الفتحة وهكذا بتخرج لا عمل لللسان فيها أبدا طيب قال النون لا تقلو لا تقلو نون من غنة مثل ما قلنا أي نون ما بتطلع من دون ما يكون عن برافقة غنة أيضا الميم لا تقلو ميم من غنة مثل قلنا ميم ميم ما فيه ما أيضا بيطلع فيها غنة بسيطة لا لو حطينا ليش أنا عم بحط إيدي على الأنف وسكر حتى نبين أنه أنا كيف سديت المخرج تابع الغنة فضعف الصوت أيضا وترافق الغنة النون والميم الساكنتين أيضا إذا مثلا إن إم هيدو أي نون أي ميم عليها سكون فكمان بترافق الغنة أيضا بترافق الغنة كمان النون والميم المتحركة يعني سواء كانت مشدد النون أو كانت نون متحركة أو كانت نون ساكنة عم بترافقة الغنة لهيدول الأحرف لاحظنا هذا ما خرج هون الغنة أيضا الغنة إلى شغل كتير كبير يعني بعدة مجالات عم بتكون موجودة معنا مثلا هون قال وترافق الغنة النون الساكنة والتنوين نحن بنعرف أحكام النون الساكنة والتنوين أخطون بالمستوى الأول فأحكام النون الساكنة والتنوين لما تكون مدغمة فيها غنة منقول إدغام بغنة صح؟ أربع أحرف أيضا حال الإخفاء كمان بيكون في غنة أيضا حال الإقلاب أيضا كمان بيكون في غنة بترافق الإخفاء والإقلاب والإدغام بغنة هنا عم نشوف نفس الشيء أينما خرج الغنة أيضا ترافق الغنة الميم المدغمة بميم مثل لهم ما أيضا والميم المغفاة عند الباء مثلا أم بيه أم بيه في بعض الملاحظات بالنسبة للغنة لازم يعني شوية نضوي عليها وهو مقدار الغنة مقدار الغنة نحن قلنا مقدار حركتين بالنسبة للغنة طيب لحيجي سائل لحيقلي طيب إذا قلنا كلمة إنما إنما هون مقدار الغنة حركتين طيب وأيضا المد الطبيعي مقداره حركتين مثل قال قال إنما قال إنما لو شفنا أو لو سمعنا لحنلاقي بالسماع بالنسبة للمد الطبيعي المد أقل مع إنها حركتين وبالنسبة للغنة حتكون مبين على السماع أكتر مع إنه اتنين نترقلنا عنهم حركتين بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة للغنة إذن هو التلقي والسمع تمام طيب اختلف العلماء بمراتب الغنة فقالوا هي منهم من قال على ثلاثة مراتب منهم من قال على خمسة مراتب قال المرتبة الأولى بتكون هي حالة تشديد لما يكون الحرف مشدد فبتكون الغنة هون بشكل أقوى مثل إذا قلنا نحن عمّة عمّة يتساءلون الميم هون مشدد يجي ترافقتها غنة فبتكون مثل إن ناشا نون مع نون فصار فيه إضغام مثلا من مال هذه المرتبة الأولى بتكون أقوى شيء المرتبة اللي أقل منا الغنة اللي هي حال الإضغام بغنة اللي هو الناقص مثل من ولي ولي ولا وهكذا من يعمل طيب المرتبة التالتي اللي هي بتكون حال الإخفاء والإقلاب سواء الإقلاب سواء الإخفاء شفوي أو حقيقي مثل إذا قلنا مثلا كنتم كنتم هذا إخفاء حقيقي مثل قلنا عليم بذاتي هذا إقلاب أيضا إذا قلنا فحكم بينهم هذا إخفاء شفوي أيضا زاد الجمهور مرتبتين يعني اتنين زيادة قال المرتبة الرابع حال الإظهار مثل إذا قلنا منها نون ساكنة صح وبعدها فالنون هون برافقة غنة لكن الغنة بتكون قليلة جدا أقل من الثلاث مراتب الأوائل المرتبة الخامسة اللي هي حال لما تكون يكون الحرف متحرك مثل ناظرين هون النون متحركي فبتكون بالمرتبة الأخيرة من ناحية الغنة فهيك بنكون قسمنا الغنة من حيث القوة إلى الضعف خمس مراتب طيب كيف أنا بدي أدي الغنة؟ أداء الغنة بيكون مخرجة قلنا وشيه من الخيشون الأمر الثاني الدخول قال عليها مباشرة دون ممط بالحركة اللي بتسبقها مثل إذا قلنا إِنَّ 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 ما فيني أنا أقول إِنَّ إِنَّ فمطيت بشو بالحركة اللي قبل عملتها مثل يا أوهيدا خطأ إذا قلنا نفس الشيء مثلا فَمَنْ كَانْ فَمَنْ كَانْ فَمَنْ كَانْ في إخفاء معه غنة فما فيني أقول فَمَنْ كَانْ واضح فقعد شعملت حطيت زد ألف هيدا خطأ أيضا الغنة لازم نعرف أنه هي بتكون تابعة لما بعدها من الحروف تفخيماً وترقيقاً مثل إذا قلنا وَلَمَنْ صَبَرَ رِيْحًا صَرْصَرًا ففخمت الغنة أيضاً لَمَنْ ضَرُّ وَكُلًا ضَرَبْنَا شو عم بعمل أنا عم فخم الغنة طيب إذا قلت مثلاً وَإِنْ وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ رَقَقْتِ الغنة طيب لازم أعرف أنه أنا لازم خلي الشفتان بحالتهم الطبيعية لما يكون في غنة ما لازم أنا كور للأمام إذا كان الحرف مفتوح ماشي؟ مثل إذا قلنا نحن تنفيقوا تنفيقوا انتبهنا نقول عليها غنة صح؟ أنا شو عملت؟ الفاء اللي بعده ما بخلي بكور الشفف للأمام بقول تنفيقوا لا فبقول تنفيقوا تنفيقوا لاحظنا على الفاء مباشرة أنه رجعت فتحت الشفف والفاء بشكل صحيح هيك نحن منكون أنهينا اليوم إن شاء الله أو بهذه الحلقة اللي هني مخرجين المخرج الأول الشفتين والمخرج التاني اللي هو الغنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين